موسيقى تعرفوا لما التلميذ على جبل الزيتون قبل صعود يسوع المسيح سألوا الرب يسوع قبل ما يصعد للسماء يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب يسوع وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض فعلا من صعود يسوع إلى مجيء يسوع المسيح الكنيسة عنده مهمة مهمة الكرازة مهمة التبشير الرسول بولوس في آخر حياته بيكتب لاتيموتاوس يقول له إذ أنا أناشدك أنا أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته أكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وابخ عز بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرفات أحبائي إذا من هذه اللحظة بولوس وهو عم بواجه الموت كان بيؤمن أنه المسيح رح يرجع وبيحكي لاتيموتاوس بيقول له بيحكي عن نفسه لأنه بعد شوي نيرون قطع راس بولوس فبيقول لاتيموتاوس فإني أنا الآن أسكب سكيبا مثل المي اللي بيسكبوها على الدبيحة ووقت رحيلي قد حضر قد جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا فإذا في أهمية لتمييز الوقت وفي أهمينك تعرف الوقت أحبائي لأنه الوقت شيء مهم جدا كتب الحكيم في سفر الجامعة قال لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات ووقت صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر